وصل يوكيا امانو رئيس والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران لاجراء محادثات حول تنفيذ الاتفاق النووي الايراني وسيتحدث امانو مع المسؤولين الايرانيين حول القضايا السياسية والنووية المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 هذا وقال متحدث باسم الوكالة ان امانو يدرك التزام ايران الصادق بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وفي وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب التصديق رسميا على امتفال ايران بالاتفاق النووي